معنا من نيويورك مدير مكتب العربية طلال الحاج طلال أهلا بك هل كان هناك شبه تأكيد بأن الفيتو الأمريكي ينتظر أيضا مشروع القرار هذا هل يزال الوضع على حاله أم هناك أي تغيرات لا توجد أي تغيرات كريستيان الفيتو الأمريكي شيء مؤكد وليس من المؤكد عدد الأصوات المؤيدة لمشروع القرار الجزائر لدعم طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة نفهم أن الولايات المتحدة ستكون الصوت الوحيد الذي يرفض مشروع القرار هذا ويرفض عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ولكن بكل تأكيد ستحصل الجزائر على تأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن 11 عضوا اليابان وكوريا الجنوبية نتوقع أن تنضم إلى مجموعة العشرة غير الدائمة العضوية وتصوت لصالح مشروع القرار الجزائري وبالتالي يصبح العدد 13 عضوا مؤيدا لمشروع القرار بريطانيا بكل تأكيد سوف تمتنع عن التصويت والولايات المتحدة ستصوت بلا وهذا يعني الفيتو ولن يصدر القرار كلنا يعرف النتيجة مسبقا لن يمر هذا القرار الفيتو الأمريكي أمر مؤكد ولكن نتوقع ما بين 11 و13 صوتا لصالح مشروع القرار الجزائري طلال هل هناك اتجاه عند السلطة الفلسطينية لإعادة طرح مشروع القرار هذا؟ مضاع حق وراءهم مطالب هذا هو مبدأهم سوف ينقلون هذا الموقف إلى الجمعية العامة وبعد ذلك يصوتون عليه داخل الجمعية العامة وسيكون بكل تأكيد وبأغلبية كبيرة لصالح عضوية فلسطين ولكن القرار في آخر الأمر لا بد أن يوافق عليه مجلس الأمن وسيعودون الكرة الأخرى للمرة الثانية أو الثالثة إلى مجلس الأمن طلبا في العضوية سيواصلون مطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الشعب الفلسطيني ولن يتوقفوا وهذا أمر يؤيده جميع السفراء المجموعة العربية ويقفون وراء فلسطين في مطالبها الحقيقية وهي السيادة والعضوية الكاملة لفلسطين داخل حدود معترفة بها دولية وعضوية كاملة في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية طلال الحاج كنت معنا من نيويورك ونتجه إلى هذه الكلمة المباشرة لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وتطالب العالم